والدة الفنانة دنيا بطمة ليلى أطاسي تستخدم مقولة لزينة داودية في نقل الرسائل الغامضة فمن تقصد بكلامها؟ أولاً وقبل المشاهدة فيرجى الإعجاب بهذا الفيديو استعانت ليلى أطاسي والدة الفنانة المغربية دنيا بطمة بمقولة للفنانة الشعبية زينة داودية خلال حلولها ضيفة على برنامج فني للإعلامية ابتسام كتيبي وذلك من أجل تمرير رسالة مشفرة وتطرقت زينة داودية في هذا الفيديو إلى المثل الوحيد الذي تؤمن به في حياتها والذي يقول حق من داني ليك تيجيبك لي وطالبت ابتسام كتيبي عبر ذات الفيديو الداودية بالتفسير لتخبرها أن معناه إذا كسر جناحي وقصدتك اليوم وقمت بردي خائباً سيأتي عليك يوم وتأتي إلي طالباً لترد عليها الإعلامية الدنيا دوارة وأرفقت والدة الفنانة المغربية دنيا بطمة هذا المقطع الذي تقاسمته عبر حسابها بموقع إنستجرام بتعليق جاء فيه كلام جميل وله عدة مفاهيم أتبعته بعلامات الإعجاب وأعربت الفنانة المغربية راوية عن سعادتها عقب استقبالها من طرف الإعلامي رشيد العلالي فوق العمارية وهو الأمر الذي لقي تفاعلاً كبيراً من طرف الجمهور المغربي وصرحت راوية أنا ما عنديش فكرة الزواج وممسالياش للزواج جرت الفنانة الشعبية أميمة بعزية على نفسها انتقادات لا ذعى عبر منصة التواصل الاجتماعي إنستجرام في أحدث ظهور لها رفقة زوجها واستغرب عدد من متابعي أميمة بعزية من وضع هذا الوشم بيدها بحجة أنه حرام على حد تعبيرهم